أسهل وأفضل وأقوى طريقة لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى هي طريقة الاستماع المتكرر للقرآن العظيم الحقيقة أنا استخدمت هذه الطريقة قبل سنوات طويلة وكانت النتائج مذهلة أنك تحفظ الآيات ولا تنسها شيء غريب جدا لماذا أيها الأحبة لأن حبيبكم عليه الصلاة والسلام استخدم هذه الطريقة عندما تلقى الوحي من سيدنا جبريل حفظ القرآن بطريقة الاستماع وبالتالي هذه الطريقة تتلخص فيما يلي اختر السورة التي تحبها لا تذهب إلى ترتيب القرآن لكي تحفظ سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء لا لأن هذه الطريقة الصعبة أيها الأحبة اختر سورة قصيرة تحبها مثلا سورة مريم سورة يوسف سورة الكهف سورة ياسين سورة الملك سورة حتى لو كانت سورة قصيرة اختر سورة أنت تحبها وقم بتنزيلها على الموبايل أو على جهاز الكمبيوتر وابدأ بتكرار الاستماع لهذه السورة تستمع فقط للسورة واحدة لنأخذ مثلا سورة مريم كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر السورة تستمع إليها ثم تكررها هذا الكلام كل يوم كل يوم كل يوم على مدى مثلا أسبوعين ثلاثة أربعة شهر شهرين لا مشكلة وأنت تستمع لهذه السورة تحاول أن تتفكر في كلماتها وتتأمل هذه الكلمات العظيمة وتحاول أن تستخلص العبار وتحاول أن تعيش مع أحداث هذه السورة التي تستمع إليها بعد الاستماع لهذه السورة مئات المرات تذهب إلى القرآن وتفتح القرآن تجد نفسك وكأنك تحفظ هذه السورة سبحان الله فتبدأ بقراءتها على شكل مقاطع كل مقطع مثلا قصة سيدنا زكريا تقرأ هذا المقطع وتحفظه ثم قصة مريم تحفظه ثم قصة كذا تحفظه وهكذا حتى تتم يعني هذه الطريقة الحفظ كأجزاء أو كقطع تجزئ السورة لمواضيع ثم تحفظ كل موضوع على حدة ثم تربط هذه المواضيع بحيث أنك تحفظ الجزء الذي هو مثلا عشر آيات أو سبع آيات ثم تحفظ الجزء الذي بعده قد يكون تساطعش آية قصة مريم عليه السلام ثم تربط هذين الجزئين وتقرأهما معا غيبا ثم تضيف لهم الجزء الذي بعده ثم تقرأ الثلاثة أجزاء هذه أو ثلاثة أقسام ثم تضيف القسم الرابع وهكذا حتى تتم حفظ هذه الصورة آخر شيء تقرأ هذه الصورة وأنت نائم قبل النوم تقرأها وأنت في السيارة في العمل في المنزل في الباص في أي مكان تحاول أن تقرأها في قيام الليل ثم تنتقل لصورة ثانية وهكذا إذن ملخص هذه الطريقة أيها الأحباء الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع والتدبر بخشوع والتأمل وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا الحفظ ليكون هذا القرآن شفيعا لك يوم لقاء الله نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته